اشتركوا في القناة الماء في المنام الماء في المنام من الرؤى المهمة التي تشير الى خير والى بركة والى رزق ولكن المياه لها انواع لازم نعرف شكل المياه اللي شفناه ايه في المنام يعني في شخص يشوف مياه عزبة وفي شخص يشوف مياه في بحر جاري وفي شخص يشوف مياه عكرة وفي شخص يشوف مياه مختلطة بالوحل وفي شخص يشوف مياه نزلة من السماء كل دي رؤى تدل على اشياء مهمة جدا هنتكلم عنها بالتفصيل ولكن قبل ما اخشف تفاصيل الفيديو احب اقول لكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار ولو حد عنده رؤية او حلم وحابب يفسروا ما ينساش اكتب لنا في التعليقات وان شاء الله هنتوصل معاه والرد عليه في اصرع وقت ممكن اه اول حاجة اخواني العزاء المياه يعني سبحان الله من الاشياء المهمة جدا في حياة الانسان وذلك لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واجعلنا من الماء كل شيء حي فبدون وجود المياه لا توجد حياة هنتكلم عن المياه في الحلم هل ان هي تدل على رؤية خير ام انها رؤية غير محمودة رؤية المياه اخواني العزاء من الرؤى المهمة جدا التي تدل على الخير الكثير جدا طيب شخص شاف نفسه انه هو بيسبح في مياه عزبة او مياه جارية دي حاجة جميلة جدا وحاجة تدل على الاختسال والانتهاء من الهموم والمشاكل اللي عندك يعني انت شخص سواء الرجل او امرأة ورأيت نفسك ان انت نزلت في نهر جاري وبتسبح في النهر وخرجت من هذا النهر والمياه كانت صافية وعزبة فدي اشارة الى ان كان عندك هموم ومشاكل وانت اتخلصت منها ان شاء الله شفت مياه جارية وشربت منها والمياه كانت عزبة وكويسة دي اشارة الى رزق قادم ان شاء الله ايضا ايضا رأيت مياه اه يعني مختلطة بوحل دي تدل على ان في بعض المشاكل او بعض اه الفتن اللي انت بتتعرض لها ماشيت في الوحل ده وتخلصت منه وخرجت دي اشارة الى انتهاء المشاكل اللي عندك طيب انا شخص شفت مياه نزلة من السماء وشربت منها دي اشارة الى تحقيق امنية غالية عندك ورزق قادم لك ان شاء الله يعني اي شخص عنده امنية او رجاء من ربنا سبحانه وتعالى وشاف المياه نزلة من السماء على هيئة مطر او سيول وانت شربت منها وكانت المياه عزبة دي اشارة الى تحقيق امنية والله اعلى واعلم ايضا رؤية المياه اخواني العزاء بالنسبة للفتاة العزبية هي اشارة جميلة جدا على الخير والرزق القادم وعلى تحقيق الامنيات وعلى الزواج ان شاء الله لو اعجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار ولو حد عنده رؤية وحلم وحبب فاصلوا ما ينساشك لنا في التعليقات وان شاء الله هنتوصل معاه ورد عليه شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة